سيد محمود آية مدنة كباطلة رأيك في كلامه لا طبعا هي أشرت إلى يعني الحديث على اختيار الكابتن في مصر الرياضين ده شيء يدعو للفخر في حدث كبير زي ذا وده دليل على قيمة الرياضين المصريين نهم متواجدين وزي ما أنا بقولك لما تيجي تبص على الكابتن هون خطيب شوف احتزر الكورة من إمتى يعني بسم الله ما شاء الله النجومية وكلام ده ما جاتش من فراغ لا يشوف الأخلاق والالتزام والانضباط اللي علي الكابتن محمود دي صمرة ده دي صمرة صمرة هم هو ما وصل إليه الآن رأسة النادي الأهلي وكمان تكريم على إبداع النادي الأهلي في وصوله لهذا التفوق الإداري الكبير جدا كمان جزئية هي بتقول لك أننا التكريم ده لمعنى كبير عندها أنها بعد تفوقها الرادي كلاعبة أنها تكرم كإدارية ده في حد ذاته له معنى أكبر من معنى كلاعبة وكرياضية أنه وصلت لمرحلة أنه يعني اهتمام المسؤولين في جائزة دبي لا شيء كبير جدا وجود إداريين مصريين في هذه اللاحظات المهمة جدا بتبقى دافع وبتدي على فكرة حافظوا حماس للغير للتكريمات المقبلة أنك يبقى عندك ناس كمان يعني يعني عندنا طموح يبقى نفسنا شوف مدرب أيها في كل الألعاب يعني مش كرة بس يعني في أي لابة عندك الجزئية دي نفسك تشوف حكم يعني التحكيم برضو يعني في أي لعبة عندك حكم بتبقى برضو شيء مهم جدا فعاوز أقول لك أنه دي نمازك بيحتزى بها نمازك بناخدها النبراس للصغار للناشر دي نمازك لازم تقدم يتقال عنها دي اللي تبقى موجودة في البرامج دي اللي يتقال عن تاريخها وإنجازاتها وتعبت قد إيه عشان توصل للمرحلة اللي احنا وصلنا نية لكن الكلام ودعت الوقت في الكلام لا جدال وصفصتها لا قيمة لها في الهاية نتيجة تعصب أعمى وأخلاق ضائعة